بسم الله الرحمن الرحيم. اهل سلام بحضر لكم. انبارح حصلت حادثة مأساوية في صالة دكتور حسن مصطفى في مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في السوبر المصري دي كورت السلة. وهي سكوت المدرك او سكوت لوحة اعلانية على بعض الجماهير. وللأسل الشديد الواقع دي فكرتنا بحاجات مأساوية كتير في الرياضة المصرية. حاجات بتفكرك قدير الرياضة المصرية بتمر بظروف ما يعلم بقى الله ربنا بالنسبة الجماهير. وبالنسبة كمان للتنظيم اللي موجود في الالعاب الجماعية تحديدا وهي كورت اليد وكورت السلة والالعاب اللي بتتلاقف في الصلاة وكمان كورت القدم. لان احنا لو كلمنا على العاب الصلاة فما كناش نعرف حاجة اسمها مدرك بيقع على جماهير والكلام. ده لنما في كورت القدم للأسف الشديد الحاسر ايه فكرتنا ببرسعيد والحاسر ايه فكرتنا بالدفاع الجوي والحاسر ايه فكرتنا ان احنا طب نعمل ايه تاني يعني زينا من كورة القدم مش حايزين نحضر ماتشات في كورة القدم صعوبة الحصول على تذكرة بيخليك ان انت كفاية انك مش عايز تحضر الماتشة اصلا وازكرة اللي موجودة عندك من جنب موضوع ببرسعيد او موضوع دفاع الجوي وبتكررك انك تكون موجود في مدرك كورة قدم اصلا ويجي موضوع الصالة بتاعة الدكتور حسن مصطفى مبارع علشان خطر حضرتك تبقى مش فهم اللي هو طب انا اعمل ايه يعني انا اعمل ايه مطشات كورة القدم مبقاش عندي شغف ان انا احضرها بسبب ان فيه ناس ماتت في الملعب ومطشات كمان العاب الصلاة يبقى فيه ناس ماتت في الملعب تبقى اعمل ايه يعني انا اروح فين طيب ان هو ده السؤال اللي بتوقع تسأله لنفسك وهي دي اكتر حاجة بتزعالك اللي هو موضوع مش مستهل ان فيه ناس رايحة تحضر مطشة كورة سلة تموت في الملعب عشان خطر فيه تكسير مهما علش يعني ماشي عم الناس دول غلطوا المكان ده بتاع كاميرات فين امن الصلاة بتاع حضرتك اللي بيقولهم افوا هنا عشان المكان ده غير مخصص للجماهير المكان ده مخصص للجماهير فين حضرتك اللوحات اللي موجودة اللي هو هزا المكان خاص بالمصورين هزا المكان ماينفعش يكون فيه جمهور فين حضرتك الحاجات دي ولا تذكرتي يعني يفالحة بس انها تاخد فلوس من الكامير وغير كده مفيش غير كده انزلوا في الملعب يعملوا كل اللي انتوا عايزينه. فين امن الصالة حضرتك. صالة مغطاة. وفي الاخر يطلع لك مدير الصالة يقول لك اسلي فيه عشر اسعاف موجودين برا. عشر اسعاف ايه? عم الناس كانوا عايزين عربية واحدة بس. احنا بنشتغل نفسنا بنشتغل مين? ما انت لما تشوف كلام مسئولين هتلاقي كلام مسئولين يقول لك فيها عربيات اسعاف مجهزة بحرس التقنيات موجودة برا الصالة. وتشوف كلام الجمهور والجمهور يقول لك اعدى تلت ساعة كاملة من غير اسعاف ومراس الان بيأكد على كلامهم تلت ساعة من غير اسعاف. تلت ساعة لعيدة الاهلي هم اللي فوق عايزين يشيلوا المدرج على الناس اللي واقعة. تلت ساعة ده كترة الاهلي وده كترة الاتحار السكنداري. هم اللي بيسعفوا الناس وفي الاخر بتقول لها استكم في عشر سيارات اسعاف. عشر سيارات اسعاف دول كانوا في خيال الناس تقريبا. يعني عشر سيارات اسعاف دول كانوا في خيال الناس. فالله حاصل حاجة متعيبة وحاجة توجي على القلب وحاجة بتبقيل لك قدية ان انت متحاولش تنبسط ما تفكرش. ما تفكرش ان انت تنبسط في الرياضة المصرية. ما تروحش اي حاجة. اتفرج على الحاجة دي من بعيد. لو انت محبي للتحالي السكنداري ونفسك تحضر ماتشو للتحالي السكنداري في كرة السلة. ما تحضرش. ليه عشان مش عارف هترجع حي. ولا هترجع ميت عشان ما بيش نظام. موضوع متحب صح? او فيه ناس يقول لك ايه انتو بتسيقوا باللي انتو بتقولوا ده. او ما انه قول ايه. او ما انه قول ايه. العيف في الناس زي ما طلع واحد محترم كده في الاتحاد المصري كرة السلة قالك. العيف في الناس والمكان ده مش مخصص للجمهور اصلا. والجمهور هو اللي بسبب تشجيعه وحماسه الزيادة هو اللي كسر المدرق. وقال لشخص المحترم التاني اللي هو طلع قالك ما تقلقوش احوان ايه مفيش ياسابات مفيش وفيات لا ما تقلوش. المنطش هتم استقنافه من مطرح ما توقف. انه هو الله. طب ما تهدو يا عم هم الاتحاد السكنداري. بطولة السلة. لا بطولة السوبر اسف. ادوه يا عم كاس السوبر. وبعد كده تمنونا. هل فيه ناس ماتت او لا فيش ناس ماتت. غير طبعا التعديم الاعلام الجميل اللي هو يقول لك هم عدوبك يعني حالة اصابة واحدة بس ما فيش حاجة. لا ده هم عشر اصابات. لا ده هم سبعة وعشرين حالة اصاباته كلهم حالات اصابات خفيفة وطفيفة. لا اصلي ما عليش هو فيه تلات حالات حارجة بس. عرفت ليه احنا زعيننا مبرح? عشان اللي حصل مأساة فكرتنا بحاجات تانية كتير زي كابتن شوبر كده لما ابو تريكا وامحمد بركات بركات لما كان بيقول فيه ناس ماتت في المدرج. وكابتن احمد شوبر يقول له بطلوا افوارة وبطلوا بطلوا تمثيل. في الاخرى عرفنا مين اللي كان حيي ومين اللي كان كدد بيزيد وقت الزيطان. فحاسة مأساوية نتمنى الشفاء العاجل للتلات نصابين. لحالاتهم خطيرة نتمنى الدعاء ليهم من قبل الناس اللي موجودة هتفرج على الفيديو. لا حد زعل. فالواحد حاول على قد ما يقدر ان هو يقول الكلام اللي صح ان هو يتقال. نغير كده. ما ينفعش انك تقول للناس هي السبب واصل الناس عملت والناس زوجت والناس كانت بتشجع زيادة. طفيني يا عما اسئولي ان الامن انت اصلا بتاحتك. كلام كتير هنوعد نعيده ونزيد فيه ومش مستهلة. عجبك الفيديو عملا ما عجبتش متعملش عاجة. صاد?